وإحنا في الفاصل يعني بس أحكي عن المعسكر النادي الأهلي في النمسا وبقولك يعني أنا بشوف أن 8 9 تيام 10 تيام ده قليل أرتدي لا بالعكس أنا شايته أنه هو حاجة نموذجية صح أنا من وجهة نظري هو المدير الفني لما اختار التسع تيام ولا العشر تيام بلك لو إحنا حسبنا العشر تيام هو كممكن يبقى 12 يوم أو 13 أو 15 يوم أو 20 يوم مثلا هو اختار العشر تيام العشر في 24 هو عدد الساعات اللي موجودة في المعسكر أنا من وجهة نظري أن أي معسكر بيبقى عدد ساعات أشتغل فيها واللي يبقى تتغزة فيها واللي يبقى تنام فيها واللي يبقى تركز فيها خلاص هو اكتفى خبالك فاللقصوده أن عشر تيام معاولين جدا جدا لأن المعسكر بيبقى طويلة سنة وانت جربت كتير لأ مشكله كتير كتير جدا جدا خبالك فاللقصوده عشر تيام معاولين كويسين جدا هو الغرض من عشر تيام أن أنا أشتغل فيهم عشان راجي فترة المنافسات أعمل فيهم مطشاة الودية في حتة بقى عشان العيب ينطلق ويروح وينام في بيته وبعد كده يستعد يرجع للدوري المنتهز أول مطشاة ونقف العالم ده وجيت نظري أنا مسالي عشر تيام كويسين جدا عشر تيام مسالي مسالي كويسين جدا في ناس اتكلمت في هذه أستخلي بالك فترة تعدادة وصعبة جدا يعني فيها شغل كتير جدا فيها شغل وتركيز كبير فيها شغل يعني هو يدوبك أنه يشتغل ويأكل واجبته وينام ما بيقدرش فالأصوده مش هتفتصه بقى وتعادوا بقى يأخذ بالك وتخليهم لا لا وطول المعسكرات صحة كابتن بيعمل ما بين اللعيبة زهى يعني وملأ اللعي بتضغط أخذ بالك وبيتقفل عليه أخذ بالك لا هو معسكر إن شاء الله وحسب عدد ساعاته مظبوطة وأنا من وجهة نظري إن النادي الأهلي بيتحضر بأسلوب علمي رائع بخبرات بشغل رائع بحاجات كتيرة جدا المدير الفني أكيد عن دعي غير عادي ما شاء الله في إن أنا أحضر في لقيت إزاي بل الموسم الجديد أسلا فأنا متهالي كل حاجة محسوبة حتى عدد الأيام محسوب من وجهة نظري أنا ما فيش كده مع أصغر خلق مع أصغر عشرة أنا عاوز مع أصغر عشرة ليه لأنه واحد اثنين ثلاثة أربعة أنا العشرة يام هستخدم فيهم واحد نتا خلاص شغلي شغلي أنا فالقصود الموديل الفني أكيد عنده واحد هو المختار العشرة يام عشان هما يصلحوا لتيم النادي الأهلي استعدادا للمسلم الجديد المعسكر اللي حضرتك شايفه ده خروج أربع لعبين منهم مؤخرا يعني حتى الآن لم يتم الإعلان ولكن لو خرج أربع لعبين وراحوا للمنتخب زي ما هو بيتقال يعني في السوشال ميديا وفي المواقع وفي الصحف وكذا هل ده ممن الممكن أن يؤثر على بقية التحضيرات التحضيرات النادي الأهلي يعني في مؤسكره النادي الأهلي بفضل الله تعالى يعني عنده البدير وفضل التعداد أكيد بيبقى فيها عدد كبير جدا من اللعيف وكي بالك والنادي الأهلي اللي ما هو عمره بتأصل لكن أنا من وجهة نظري أن أربع أسماء يعني كان هما الأفضل أن خدوا راحتهم أنه يشتغلوا أنه يكملوا فضل التعداد عشان أقف بها صح ده موجهة نظري أنا لكن ما فيش حد بيأثر في النادي الأهلي بأمر الله تعالى بالعكس هم هيجي برضه هيشتغلوا هيسعى سنكزوا هينظموا النادي الأهلي عنده ميزات كيرة جدا أنا كابت في اقتيار اللعبي واختار العالية اللي بيشتغل بها وعالية النادي الأهلي حتى لو خرج وراح المنتقل أكيد هيحافظها نفسه كده كده هيجي لي في كاس الأمم كده كده هيجي لي في تصفيات كاس العالم كده كده إنه مأسوبة أنا متهل لوقت نظري كان ممكن إحنا عندنا لعيبة كتيرة وعندنا وعندنا ودي فرصة لده أنه يستريح نعمل شغله على أكمل ما يكون عشان يجي لك لكن بالتوفيق إن شاء الله ويكون عجل